محلية اليوم تأتينا من محطة قسنطينة الجهوية وحسان ميطاتلا مساء الغير حسان تفضل مساء الخير مساءكم سعيد طبعا كما قلت سنكون سعادة هذه الأمسية لنفتح موضوع الموارد المائية قطاع الموارد المائية وسنكون أسعد باستضافة السيد عبدالنور سلام مدير القطاع الذي سيضعون في صورة القطاع الاستراتيجية ماذا تحقق المشاريع وربما الاستراتيجية الجديدة التي اتخذت قبل يومين في قرار المزلج المجداري مشترك فيما يتعلق بحماية المدن من الفيضانات قبل كل هذا نستضيف ونسعد بلقاء السيد المدير أهلا وسهلا ومرحبا بكم على تلبيتكم الدعوة شكرا سيحة سان على مشكر إذاعة تلفزيون الجزائر وخاصة محطة قسنطينة على الاستضافة وهذا شرف لي أن أتكلم عن القطاع في ولاية ميلا طبعا سنعود بكل التفاصيل إلى الحديث عن القطاع بعد هذا الرابورتاج الافتتاحي كالعادة الذي أعدته زينب برنوسي هذا النقب المائي المتواجد على مستوى قريتي براق والسكدال بميلا يمثل عينة واحدة من برنامج استعجالي لتزويد ثمان عشرة بلدية تعاني من شح المياه الشروب سبعة عشر نقبا تم إنجازه حتى الآن في انتظار إنجاز المزيد برنامج محلي أي الديسنتراليزي تزويد ثمانتعش بلدية وخمسين مشتابي المياه الصالحة للشرب وبناء سبعة وثلاثين خزان عدد المناقب اللي راننا حاليا رهي جارية لأن كين مناقب خلصنا منهم يستنى غرف تجهيز عندنا حوالي سبعة عشر منقب ونجزت ولنصينا لكونسلتاشن تجهيز وعندنا ستة وعشرين منقب حاليا رهي في طريق الإنزاج شركات رامي خدموا يقدر الاحتياج المائي لولاية ميلا بمائة وستين ألف متر مكعب من المياه والعجز المسجل أربعة وأربعون ألف متر مكعب من المياه يوميا برنامج ممركز ضخم استفادت منه ستة عشرة بلدية وقد انطلقت الأشغال بوتيرة متسارعة تزويد المياه ستة عشرة بلدية الباقية من سد ابني هارون الغلاف المالي ألف وثلثمائة مليار سنتين أي غلاف مالي مهم جدا إذن هذا التدعيم من سد ابني هارون لستة عشرة بلدية هو الحل الأنجا لتزويد بالمياه صلع الشرب للمنطقة هذا وقد استفادت الولاية من برنامج لتطهير وحماية المدينة من خطر الفيضانات قدر عددها بسبعة عشر مشروعا وقد بلغت نسبا متقدمة من الإنجاز طبعا الموضوع للزميل محمد زمولي وليس لزيم برنامج سي محمد سي عبد النور لو ندخل مباشرة في الحديث عن وليت ميلة نتحدث عن وليت ميلة بمعنى نتحدث عن سد ابني هارون أكبر سد في إفريقيا وضعيته هذه السنة والحمد لله في هذه السنة ارزقنا ربي بأمطار وسجلنا أكثر من 125 مليمتر في ظرف تاع شهر وعشر قيام إذن وأمطرت على كل الولايات المجاورة لأن حوض ابني هارون يجينا الماء من سبع ولايات من أم الباقي باتنا قسنطينا سطيف اسكيكدا والحوض التع الولاية وليت ميلة إذن حوض يتعدى ربعا ثلاثين ألف كيلومتر مربع تقريب دولة إذن الاستعباء تأسد مليار وسناء في هذا العام عنده قطع أيام كان يفرغ كان زائد نعطيك الرقم قد قد بالضبط يعني مياة مليار وزوج مليون متر مكعب وهذا الأرقام رأي صحيحة ورأي بالساتوليت رأي بالآلات الحسابية المحسوبية يتسمى باش ما فيهاش واع ديكي بكره افتراضات يعني نحطي على احتمالات يعني جاب ربع أيام وهو يسيح يسيح البرة وهذا الشيء ولكن اسمح لسيد المؤمن كيف يعني ما زلنا المياه يعطينا ربي الخير يعني السد يمتلي ونطيش المياه يعني كيف تفكير يعني باش أننا نخص أنا نقول لك أنا لا نسميه السد هذا أنا نسميه مركب بني هارون مركب بني هارون لماذا؟ لأن السد الرئيسي هو في بني هارون والقطاع بناء ثلاث سدود يتملاوا من هذا السد موازية يعني سد كوديت المدور في باتنا سد أوركيس في أم البواخي وسد ود العثمانية وكذلك محطات لتصفية المياه من هذا لهذا السد موجهة للمياه الصالحة للشرب وموجهة للسقي قبل أن نفسيه خطوة وش حال الولايات يزود في ولاية شرقية حاليا يزود ست ولايات بالمياه الصالحة للشرب وش حال يشربوا في اليوم والله كي نقولك ست ولايات هي مراكز في الولايات عصيمة الولاية أو شوف يزود خنجلة وتزقاقت بالمياه الصالحة يزود باتنا وكذلك بريكة وكذلك يزود أم البواجي عين البيضاء عين مليلة عين فكرون نحكي الكنابرك على ولاية ميلا حاليا سيزود ستة عشر بلدية لكل ورد فيه عشر بلديات وكل ورد فيه ست بلديات وما زال الخير راكي لأن البرنامج ما زال طموع لتزويد بعض مدن أخرى وكذلك المدن في الولايات أنا نتكلم غير الولايات نحن نتكلم على ولاية ميلا تحديث ولكن دعونا نطرح الواقع لما بديت بن سيد بن هارون وهذا الدخام وهذه الإمكانيات وهذه الأشياء وتحدثنا على الطاقان وليس محلية جهوية إقليمية ولكن فيها 16 بلدية هذا سؤال يطرح على المستوى إعلامي أو على المستوى المواطنين 16 بلدية من البلديات المجاورة يتميلا وهذه ربما مفارقة ربما أنها 16 بلدية في ولاية ميلا السد موجود في ولاية ميلا نزوده في خمس ولايات خارج ولاية ميلا الكمية الخير الله يبارك أربع أيام ونت تكلمت لي والمياه تأسيل ولكن هناك 16 بلدية غير مستفدة ولا تستفيد من مياه سد بن هارون في أسباب ربما تضعنا هل فيه مخططات أو لا برامج من أجل تزويد هذه البلدية أو هذه الولاية الشغل الشغل القطاع كان هذا هو 16 بلدية اللي عندها عجز في المياه وما هيش مولى من سد بن هارون خلال زيارة وزير الموارد المائية يوم 14 24 جوليا 2018 أنا ما زال ما جيش الولاية هذيك الوقت قرر أخذ قرار أنعم أخذ قرار رغم أن الحالة المالية تعالي بلاد طورت شوية وفي إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية غلاف مالي ب13 مليار دينار جزائري نقولها بالدرجة خير 1300 مليار سنطين غير الفهم اللي أدر عمال حساب تعود هذا لأن الطلب أموال كبيرة وهناك فيه أولويات هل نخلي قسمتنا ونعدي القرار اللي رايز تشرب عندهم الحق معالي الوزير كل الإجراءات الإدارية خلصت و لمقاولات وطنية كبيرة تم عشر بلديات سيموينون بالمياس الحلشر من سد بريهارون والولايات اللي جات في شمال غرب الولاية وبعد على سد بني هارون وكذلك تضاري صعبة جدا سيمويلون من سد طابلوت الموجود في ولاية جيجل وكل الدراسات تمت الأشغال تطلقت يعني لا هناك فيها إدارة لازم لابرب دي مارشي لازم كذلك لانجاجمون دي مارشي كاين أمور إدارية لازم قواني القرد لنسع لها أنا أقول لك على الأقل إن شاء الله على الأقل إن شاء الله لا حساب الخبرة التاعي ستنطلق الأشغال خلال شهرين ونص ثلاثة إن شاء الله قبل نهاية سنة لا على شهرين إن شاء الله شهرين ونص لماذا؟ لأن لازم ينستلل وروحهم وبدأنا في الأشغال وما كتب الدراسة ستتعمل ستختار الأماكن وإنستللات وإن شاء الله سنبدأ في الأشغال إن شاء الله يعني بمعنى أن هذه الولايات هذه البلديات الباقية 16 هو متكفل بها من ناحية المشروع المسجل في حوالي 1300 مليار روصي دال هذه العملية وإن شاء الله قضية وقت والناس المواطنين يشربوا في هذه المال هذا ما يمنعش سمح لي سي حسن هذا ما يمنعش أن المجهودات رأي متواصلة لتدعيم هذه البلديات 16 برنامج كان فيه برنامج غير ممركز لبي اس دي وبرنامج الصندوق الوطني للجماعات المحلية يعني محلية يعني أعطونا 60 بل يارف هذا هذا برنامج استعجالي باش كل هذه البلديات المناقبة التي أدت تركها في الريبورتاج تمت بتجهيزة تعم لتدعيم إحنا كنا بقوا نستنى وعامين هذا من راح إجراءات هذه إجراءات كل الإجراءات اتخذت باش البلديات يموينون بصفة منتظمة وكافية إلى حين تشغيل المشاريع أكيد أكيد نعم يعني الولاية فيها عدة محاورة لنت توقفي على مستوى صد بن هارون أنا لما علمت في تحضير الحصة أنه 80% ربما من المياه هي مجهل الفلاحة نعم يعني هذا جانب آخر وتحدي آخر ونحن في هذا البلاتو بالضبط استقبلنا مدير الفلاحة وقالنا بالولاية ميلة أصبح احتلت في السنة الماضية المرتبة الثالثة في إنتاج الحبوب على المستوى الوطني هذا هل هناك تصور آخر لتطوير سد بن هارون من خلال استغلال الفلاحي والأسقي خاصة أن برنامج فخامة رئيس جمهورية فيما يتعلق بهذه الباب وضع مليونين هكتار كمحيط مسقي ربما مستقبلا نعم من أهداف هذا المركب ابني هارون هو السقي الأراضي لأن أنتم تعلموا أن الأمطار نقاست جدا وعندما تهطل تهطل بغزارة الفوندي ديغا يديروا أضرار إذن في ولاية ميلا تم تجهيز بتلغمة ربعلاف وربعمية وسبعة وربعين هكتار وبدأنا بصفة ولو نقول محتشمة لأن عاية كل توليز أكتر منها مديرية الفلاحة منها البروفيسيون تا الفلاحة منها ممثلين الفلاحين باش يديروا الاشتراك تاهم مع لونيد الدوان الوطني اللي سقي الأراضي باش يوليوا يسقيوا الأراضي تاهم من الشبكة لأن الشبكة ممتلئة هذا الشي هذا تصور حسن حسن أن ألف لترة بزوج دينار وحاليا الفلاح رويش بد فيها من الفراش يخلص تري سيتي ويخلص البمب وعندما يروح تري سيتي ما يسقيش وعندما تخسر البمب ربع يام ولا خمسة ما يسقيش يهزم المصدر يعني من السورس من سد ابني هارون من الشبكة ورا في قبول را في قبول وحاليا عندنا أكثر من 395 مشترك وإحنا إن شاء الله الهدف تعنا نوصل لألف وخمسمائة مشترك لأن ربع الاف وربع بي وسبعة وربع هكتار حاجة ثانية أن هناك ريس صغير والمتوسط را كاين 980 بئر فراج يسقي ومن هذا الفلاحين إضافة إلى هذا وزيد حاجة وعطة را ندير لهم دلاشي يعني نطلق الماء من سد ود العثمانية للسقي كل الأراضي المتجاورة ولهذا أصبحت رائدة وليت ميلة إن شاء الله ستكون في المستقبل إن شاء الله مع استغلال كامل هذه الشبكة للسقي تكون رائدة رائدة في إنتاج الفلاحة يعني كما هي عاصمة المياه ستصبح عاصمة الفلاحة إن شاء الله ولكن سيد المدير الله أعلم وأنا أتحدث إليك عندنا بعض التقارير ربما فيما يتعلق بسد بن هارون بالضبط يعني تحديدا لأن القلب النابض للفلاحة وللمياه لهذه الولايات أن مصوا بعملية تلوت يعني هل من حقيقة هذه المعلومة ورضو ما إذا كان هل هو وليكن بنسبة قليلة هل يعني من إجراءات متخذة لأننا الأساس أنت على السد هو المياه يعني والمياه لما تكون فيها شبهة تصبح تأطيرها على المواطن أو تأطيرها على الفلاحة هذا الفولي هذا هذا الجانب أخذها بعين الاعتبار على كل الولايات اللي المصبات تتاعها اللي جات في الحوض والمصبات تتاعها تصبح في الأودية اللي يجيبوا الماء لسد ابن هارون كل الولايات وولاياتنا مؤامرين بتسجيل أو بإنجاز عمليات لتصفية المياه القادرة ويكون الواد نظيف نتكلم على ولاية ميلا حاليا عندنا ربع محطات مستغلين حاليا نسميهم لك ود العثمانية محطة ميلا محطة فرجيوة ومحطة ودنجا وعندنا زوج محطات رأي في طريق الإنجاز وكذلك وين توصلنا توصلنا حتى المشاتي كل المشاتي مسقية بالمياه بمعنى أن مسد بن هارون راح مياه صالحة مئة بالمئة لا شوف قلتم لوثاء صح كاي النوع من تلوث وهذا ريجالات وانا راح جهري راح لزاناليز تقدار ديما نحن راح لدينا ربعين نقطة سودة بقولنا المشاتي ربعين نقطة سودة راح ندير بها أحواض إن شاء الله باش نقلص من المياه القذيرة تصب زيرك تم سيد المدير ربما كلمة آخرة تتحدثنا فيها على استراتيجية ليوضعتوها لحماية المدير من الفيضانات خاصة أن ولاية ميلا ولاية مائية باختصار فقط شكرا أنتما تعلموا أن الفيضانات رأي على مستوى الوطن شمالا أو جنوبا راهي كثرة وهذا نظر لتبادل المناقي وأثار إلى قريب لمكافحة هذه الفيضانات باختصار أن وضعت وضعت وزارة الموارد المائية استراتيجية جديدة لتتمثل في أولا الانفورماسيون أن وزارة الموارد المائية حاليا مع لاصال ساتوليت والأخر سنية كونترام على نراش سيد مدير الوقت يدهمنا شكرا سنعود إليك إذا كانت في العلم شكرا لكم سنية وسنية